بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من المحاضرة الثانية بالشابتل السادس سنتناول في هذا الفيديو شرح للسترس كونسنتريشن والبحث عن السترس كونسنتريشن فاكتور في البندينج بداية للتذكير كنا رأينا في أنواع التحميل السابقة زي الشد والضغط والتورشن كيفية البحث وتحديد السترس كونسنتريشن فاكتور ومن المعلوم أن تحديد السترس كونسنتريشن فاكتور يتم عن طريق رسمة مستخرجة من التجارب ومرتبطة ارتباط كلي بشكل التغير في مساحة المقطع لأن تركيز الإجهاد لسترس كونسنتريشن ينتج عن تغير فشئي في مساحة المقطع مثال ذلك المقطع هنا على هذا الجزء فجأة أصبح كبير هذا التغير الفشئي في مساحة المقطع ينتج عنه في هذه المناطق المنطقة هنا يعني هنا تركيز للإجهاد وارتفاع فشئي في قيمة الإجهاد طبعا هذا صحيح في باقي الأشكال هنا أيضا مساحة المقطع صارت أصغر من المقطع الأصلي هنا أيضا مساحة المقطع صارت أصغر من المقطع الأصلي وبالتالي ينتج عن هذا تركيز في الإجهاد في هذه المناطق طبعا كل واحدة من الرسمات الثلاث هذه بيكون عندها رسمة خاصة لاستخراج معامل تركيز الإجهاد Stress Concentration Factor هذه الرسمة اللي معانا هي خاصة بهذا الشكل لتحديد قيمة LK Stress Concentration Factor على حسب المعطيات والمقاسات اللي عندنا على الرسمة هذه يمكننا استخراج قيمة LK نأخذ مثال لو كان معنا مثلا ال-W تقسيم ال-H ratio W تقسيم ال-H يساوي 1.5 وال-R على H مثلا يساوي 0.4 فنأخذ التقاطع بين 0.4 وال-Curve تبع ال-R ratio W على H اللي هي ال-Curve هذه فأنتقل من هذه النقطة نسقطها هنا فنحدد قيمة K فهنا K تقريبا تساوي 1.9 1.26 تقريبا القانون الخاص بحساب الماكسيموم سترس هو كالآتي Sigma Maximum تساوي LK معامل تركيز الإجهاد ضرب متوسط الإجهاد متوسط الإجهاد هو الإجهاد الذي يتم حسابه في تحميل البندنج يكون ال-M ضرب ال-Y ال-Y هي المسافة التي تفصل المحور على النقطة التي نريد حساب الإجهاد عليها تقسيم المومنت أوف انيرشيا وال-K هو التي تم تحديده في الصفحة السابقة ترجمة نانسي قنقر